لم يتأخر القضاء كثيرا في فتح ملفات الفساد استجابة لمطالب شارع والتي أصر الجيش على تنفيذها أولى شخصيات التي أوقفت للمحاسبة هي أحمد أويحيا الرجل الذي قاد ست حكومات في قرابة الثلاثين عاما أويحيا يمثل إلى جانب وزير المالية الحالي الذي لم تعلن السلطات تفاصيل استدعائه إن كان شاهدا أو متهما بقضايا تبديد المال العام يعني الجهاز العسكري مدام هذا الملفات كلها تبث الأمن الاقتصادي والأمن الداخلي للبلاد من حقه بش يقدمهم العدالة اتهامات وممكن حتى لإداءة لماذا؟ العدالة الجزائرية تلقت الضوء الأخضر لمحاسبة الضالعين في قضايا فساد مهما كانت رتبهم ومناصبهم قوة الشارع المستمر وانحياز الجيش لمطالبه عاملان حرراء القضاء ودفعاه لإخراج ملفات أثقلت أدراجه لسنوات أويحيا ولوكال تربطهما علاقة مالية مباشرة الأول كان صاحب القرار في منح السفقات والقروض المالية لسنوات والثاني كان في تنفيذها بصفته المسؤول الأول عن بنك الجزائر ويحيا كوزير أول وكرئيس المجلس الأعلى للإستثمار كان يمد ويسهل ويوزع المشاريع الإستثمارية المهمة والقروض المهمة وممكن أنه كان آدات التي تستعمل من أجل تسهيل وتمرير هذه التسهيلات وهذه القروض رجال أعمال ومسؤولون في النظام السابق صدرت في حقهم أوامر بمنع مغادرة الجزائر منذ إعلان النيابة العامة فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد مطلع شهر أبريل الجاري بداية المحاسبة من أعلى هرم النظام السابق توحي بفتح العدالة الجزائرية ملفات كثيرة كانت مجمدة قد تستغرق أشهر للفصل فيها خطوة ستجر لمحال أسماء كثيرة من رموز نظام بوتفليقة إلى أروقة المحاكم عبدالقادر خربوش العربية الجزائر